شاب كان مسرفا على نفسه بالمعاصي والآثام يتعاطى المخدرات ويفعل الفاحشة ووصل الامر به الى الاعتداء بالضرب على امه وابيه ولما استحالت العشرة بينه وبين اسرته جعلوا له غرفة بالسطح يعيش فيها وحده بعيدا عنهم وفي يوم من الايام تعاهد اربعة من الاخوة الصالحين ان يأتوا الى هذا الشاب العاصي لينصحوا وعندما صعدوا الى غرفته وجدوه في حالة سكر وفاقدا للعقل فجلسوا معه وحاولوا ان يتحدثوا معه الا انه كان لا يشعر بهم ومع ذلك اصروا على الجلوس بجانبه حتى افاق قليلا ثم بدأوا يذكروه برحمة الله وبالجنة والنار فاذا به يبكي ويقول والله ما سمعت هذا الكلام من قبل واريد ان اتي معكم وكان الاخوة في هذا الوقت يستعدون للسفر خارج المدينة التي هو فيها فاخذوه معهم ودخلوا احد المساجد فاعلن هذا الشاب توبته الى الله ولكنه كان ما يزال يعاني من اثر المخدرات حتى انه صاحبهم في الليل هيا انهضوا وقيدوني بحبل فاني اخشى ان اخرج لابحث عن المخدرات فقالوا له هيا نذهب بك الى المستشفى لتلقي العلاج ولكنه اصر على تقييدهم له بالحبل فقيدوه واحكموا القيد ولكنه استطاع ان يتخلص من ذلك القيد وجلس يبكي بجوارهم من شدة الالم واستمر على تلك الحالة اياما وهو يعاني من الم التخلص من المخدرات ولانه كان صادقا في توبته اراحه الله تعالى من اثارها تماما فبعد خمسة عشر يوما ذهب الاخوة به الى المستشفى فلما اجرى الطبيب بعض التحاليل تعجب وقال لا يمكن ان يكون هذا الشاب قد تعاطى المخدرات عند ذلك مكث هذا الشاب ثلاثة اشهر غائبا عن اهله كما ان اهله لم يسألوا عنه لانهم يئسوا منه وظنوا انه قد تم القبض عليه او انه مات في حادث واستراحوا من اذاه وبعد ثلاثة اشهر ذهب الشاب الى منزل اسرته وقرع الباب ففتحت له امه لترى ابنها الذي اختفى منذ ثلاثة اشهر قد تغير وجهه وزادت هيئته جمالا وبقارا فاقبل على امه ليعنقها ويقبل رأسها ويبكي ويطلب منها ان تسامحها فقالت امه سامحتك يا بني ثم قال لها مبتسما يا اماه اشتهي طعاما من صنع يديك فقامت الام تصنع له طعاما وفي هذه الاثناء قام وكبر للصلاة وقرأه وركع ورفع وسجد واطال السجود وجاءت امه بالطعام لترى ولدها ساجدا فاخذت تبكي بكاء شديدا فرحا بهدايته ولكن ابنها اطال السجود لمدة طويلة فنادت عليه امه فلم يجبها فاخذت تحركه ولكنها وجدته قد مات ساجدا وبعد قليل دخل جيرانه ودخل اهله ليروا هذا الشاب الذي كان في غاية الفسق اذا به يموت ساجدا وعندما فتشوا جيوبه وجدوا ورقة كتب فيها وصيته واذا فيها انه اذا مات فعلى امه ان تخيط له الاكفان وان يحمل جنازته شباب الحي الذين كان يعرفهم قبل الالتزام حتى يتوب الى الله وان يقوم والده بدفنه فسبحان الله اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون وما اجمل التوبة والعودة الى الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليك